اول حاجة تعليمتلي تعطاتنا في محال مدرب اننا اول حاجة ما يتسجل عشان علينا الهدف في الميدان دياننا يعني عرفنا ان اي وقت غدي تسجل الهدف هادش اللي يخلينا نبقى ومركزين ضغطنا من الاول الحمد لله تأتلنا الهدف جونا فوراس كنا نقتلوا في المقابلة ولكن الحمد لله اللاعبين بقوا ومركزين خلال 90 دقيقة مقابلة جرات حتى الدربة الترجيحية الحمد لله اللاعبين انتهم ومركزوا فيها لاننا خدمنا عليهم في لونتخيمو الحمد لله ربي ما خيبناش هذا تمرت المجهود ديال السنة كاملة نتمنى ان شاء الله اننا نزيدوا نتوفقوا ان شاء الله في باقي الضوارات ان شاء الله بحوله المقابلة المقابلة اكيد احنا متوقنا انها تكون صعبة لانه نلعب مع فريق اللي هو يمتلك مجموعة قوية من ناحية التقنية ومن ناحية التاكسيكية مجموعة من اللاعبين الدوليين صحيح انه اليوم يمكن كنا من ناحية التقنية احسن من المقابلة يعني السابقة بعتبر انه الملعب يمكن كنا كنا نفضلوا اننا نلعبوا في الدربة ولكن نحتى الملعب اليوم ربما كان يعني فتحات خير علينا منذ الدقاء اللولة حاولنا اننا نضغطوا على الفرق الخسم نحطوه تحت واحد الضغط تحت واحد باش يخطأ وصلنا يعني كم مرة المرمى دي الفرق الخسم مع الاسف ما قدرنا نشجله الا هدف واحد ولكن الاهم كان هو انه الشبك دينا ما تلقاش يعني الارتداد من الحالة الهجومية الحالة الدفاعية كان جدا يعني مميز خاصة يعني اللاعب في النقاش اللي كان عنده حد دور كبير باش الشبك دينا ما تلقاش والدفاع يعني كله حتى اللاعبين تنظن انه ضربة ترجحية لعبناها بشكل جيد كان واحد يعني واحد الاسترخاء على بنسبة اللاعبين وكان في نفس الوقت واحد التركيز تنظن انه اليوم بالمساندة للجماهير دينا الاخوان الصحفي اللي سندوا الفريق يعني المكتب الموسير قام بواحد المجهود اللي هو كبير والمغاربة تقريبا للجماهير كلها اللي كانت حاضرة سواء من الضربة اولا مربطة اول مدن اخرى تنظن انه هنيئا للجاميع وهنيئا انه حتى الفريق الفتح اللي وصلتها ونصف نهاية واو سمى الرحيم مقابلة دي اللي ومعرف كنا عارفين انه ماشكنش بالسهل بحكم انه نلعبنا المقابلة دي اللي لديل ذهب خسرنا بواحد الزيرو ولكن المقابلة كانت تاكسيكية من عند الإطار السيحوسين عموشا ما بغناش نتلقاوا نفس العزيمة اللي يخذينا كونتر فريق الزماليك الحمد للله ناتش جديل واحد الزيرو كنا عارفين انه غرجعو في مقابلة في مغرب كان عالنا دي السيمانة وحش ويديل الدغط واحد لأبريسيو وليما نقدرش أنا نقول لك اللاعبين كيفاش كانوا ولكن الحمد لله عرفنا كيفاش نجوز هذه المرحلة هذه بحكم الزماليك دي اللي يجاد عاونتنا ودفعتنا في هذا المقابلة الحمد لله أعطينا الفريق الويدا دي واحد المقعد يعني في نصف النهائي هذا ما غير يعطينا لأحد دوفعة إن شاء الله أنا ما مركزناش على البطولات الثانيك ما مركزين على عصبات الأفطاء إن شاء الله اللي بغنان هديوال الزماليك دي يورز مور مغرب إن شاء الله